مشاهدين الكرام نقترب أكثر من هذا الملف موضوع الانتخابات ينضم معنا داخل السوديو عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الحسن قبس أرنبكا بأستاذ الحسن أين وصلتم ما هي آخر المسجدات في موضوع الانتخابات المحلية المقبلة نعم تحياتي لحضرات كله من القناة الكريمة مشاهدين الكرام حقيقة المفوضية قطعت شرطا كبيرا في الاستعدادات للانتخابات حيث كما تعلموا فأن المفوضية تسلمت الوجبة الأولى من البطاقات البايومترية التي تم تحديثها بعد 2021 والتي وصل عددها ما يقارب أكثر من مليون وتسعمائة ألف بطاقة وصلت الوجبة الأولى وتم توزيعها على مكاتب المحافظات يوم غد إن شاء الله ستصل الوجبة الثانية وأيضا ستم توزيعها تم فتح أكثر من خمسمائة واثنين واربعين منفذ لتسليم بطاقات الناخبين وأيضا قد قامت المفوضية بعمل تسهيلات في موضوع تسليم البطاقات حيث تم تمديد دوام رسمي لمراكز التسجيل ما بعد ساعات الدوام الرسمي بحيث أن المواطن يستطيع أن يراجع مركز التسجيل عصرا وأيضا الدوام سيستمر في أيام العطل والجمعة والسبت طيب لو أردنا الحديث عن نسب استلام الناخبين لبطاقاتهم بيومترية ما هي النسبة إلى الآن ومتى سيتم الانتهاء من عمليات التوزيع نعم مثل ما وضحت حضراتكم أننا نحن المفوضية فتحت ما يقارب خمسمائة واثنين واربعين منفذ لغرض توزيع البطاقات التوزيع إن شاء الله يعني في وطيرة متصاعدة الناخبين متفاعلين مع هذا الموضوع أيضا هناك حملة إعلامية لغرض حث الناخبين على استلام البطاقات وسيستمر توزيع البطاقات لغاية أيام قليلة قبل يوم الاقتراع يعني ليس هناك موعد محدد للانتهاء من عمليات التسجيل؟ نعم هذا الموضوع من صلحية مجلس المفوضين مجلس المفوضين وحسب رأيته أنه الموعد المناسب ليقاف التوزيع بوقت قريب من يوم الاقتراع طيب هرصتتم مخلفات جديدة بإدعاة المرشحين؟ أكيد إحنا وردتنا الشكاو من اللجان التي شكلتها المفوضية بالإضافة إلى الأمور الباقية مثلا موضوع التمزيق الدعايات الخاصة بمرشحين هذه ليست من صلاحية المفوضية هذا الملف تم تسليمه إلى الجهات الأمنية والقضاء تم القابض على مجموعة من المخربين للإعلانات التي تخص المرشحين أيضا فيما يخص المفوضية وردتنا الشكاو فيما تخص إعلانات المرشحين مثل لسق الإعلانات بمادة لاسقة وهذا الأمر يعرضهم إلى عقوبة قد تصل إلى غرامة مالية مليون دينار أو في بعض الحالات قد تصل إلى السجن لمدة شهر وبصراحة إحنا سمعنا أنه يوجد مخالفات لكن لم نسمع عن عدد هؤلاء المخالفين وما هي الإجراءات التي تتخذ يعني بالنسبة لنا كمفوضية في بعض من الحالات التي تردنا من المخالفات نقوم بتنبيه المرشح أن هذه المخالفة يجب رفعها يعني في البداية وضعتم لائحة أنه يتبع؟ أكيد طبعا إحنا استنادا إلى نظام الحملات رقم 2 بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالإنفاق رقم 5 التي وضعت عدم استغلال مباني الحكومية وموارد الدولة في الإعلانات هذه الضابطية التي وضعتها المفوضية نحن نبلغ المرشح بوجود مخالفة عليه أن يعالجه خلال 72 ساعة حقيقة كثير من المرشحين استجابوا للتنبيه وتم رفع المخالفات أما الذي لم يستجب فأكيد سيتعرض إلى مسائلة قانونية وحسب ما مذكور في النظام والتعليمات هناك أكثر من 3700 مراقب محلي و25 مراقب دولي سيشاركون في الانتخابات المقبلة هذه الأعداد نهائية أم قابلة للزيادة؟ نعم ومهامهم بشكل دقيق؟ نعم هذه الأعداد هي أعداد أولية تردنا بشكل دوري يومي من مكاتب المحافظات بخصوص تسجيل المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب بالإضافة إلى المراقبين الدوليين نحن في العادة في كل انتخابات تصل الأعداد ويكون الزخم في الأيام التي تقترب من يوم الاقتراع فأكيد هذا العدد متغير الأرقام ستشهد تزايد مضطرد في هذا الموضوع وأكيد نحن في انتخابات 2021 سجلنا ما يقارب نصف مليون وكيل حزب بالإضافة إلى أكثر من 268 ألف مراقب محلي فأكيد نحن في هذه الانتخابات ستكون الأعداد أكثر مع تقدم الوقت طيب كيف سيتم التنسيق بينكم مثلا كم مركز مثلا وبقية المحافظات بداخل العراق وخارج العراق؟ حقيقة نحن لا توجه انتخابات خارج العراق سيكون هناك انتخابات محلية نحن بالنسبة لنا كدظام التعليمات بالنسبة للمراقبين نمنحهم حصة لا تزيد عن عدد المحطات في الدائرة الانتخابية التي يراقبون بها يعني مثلا إذا كان هناك فريق مراقبة يسجل في محافظة النجف سيمنح بطاقات تعريفية على عدد المحطات الموجودة في محافظة النجف فقط وهذا الأمر سارع على جميع المحافظات نعم نشكرك جزيلا أضو الفريق العلامي لمفوضية الانتخابات الحسن قبس على كل هذه التفصيلات شكرا جزيلا شكرا جزيلا